موسيقى اهلا بكم مشاهدنا الى اسبوع الصحافة وهذه ابرز العناوين العربي الجديد تظاهرات جنوبي العراق قتلا وثلاثة وعشرون مصابا والمحتجون يمهلون الحكومة اسبوعا للكشف عن القتل الوطن البحرينية اجراءات حظر وجائحة فقر سلالة كورونا المتحورة تبدد امال العراقيين وفي تقرير للانباء الكويتية خطروا سلالات كورونا الجديدة اسئلة حول مناعة القطيع من المقالات يكتب عمار طاهر في الزمان العراقية سلطة خارج الزمن ويكتب عمر البدوي في العرب اللندنية بريطانيا تبحث عن دور جديد في الخليج فاصل وتأتيكم التفاصيل موسيقى عنونت صحيفة العربي الجديد تظاهرات جنوبي العراق قتلا وثلاثة وعشرون مصابا والمحتجون يمهلون الحكومة اسبوعا للكشف عن القتل حيث شاهدت مدينة الناصرية تظاهرات حاشدة طالبت بإقالة المحافظ ومحاسبة قتلة المتظاهرين واستخدم عناصر الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى سقوط قتلة وجرحة وشيع أهالي المدينة الضحايا الذين سقطوا بالتظاهرات وأحدهم فتن في السابعة عشر من العمر وسط هتافات بمحاسبة المجرمين محملين الحكومة مسؤولية ما يجري من قمع ممنهج ضد المتظاهرين ونبقى في العربي الجديد توسيع مهمة الأطلسي في العراق أزمة جديدة في بغداد وهو ما قد يمثل بداية لتعامل مختلف مع الوجود العسكري للحلف وعلى نحو مشابه لما هو عليه الوجود الأمريكي في العراق وتتواجد قوات حلف الأطلسي في العراق حاليا في قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي وفي قاعدة حرير في أربيل قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية إن الحرس الثوري الإيراني يتمدد في مدينة حلبشة وتحذيرات من غزو فكري إيراني لكردستان ويحذر ناشطون أكراد من هذا الغزو لمناطق كردستان من خلال تسهيلات تمنحها أطراف سياسية كردية متحالفة مع إيران وفي عنوان لصحيفة الوطن البحرينية إجراءات حظر وجائحة فقر سلالة كورونا متحورة تبدد آمال العراقيين حيث يواجه العراق أزمة مالية خانقة وظروفا اقتصادية صعبة وما ترافق معها من ظروف جائحة كورونا منذ الربع الأول من العام الماضي وأن 50% من الحالات هي من السلالة الجديدة الأكثر عدوى التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا في الشأن اللبناني عنوانت العرب اللندنية تكليف طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت وأثار استبعاد القاضي السابق غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار لمحاسبة المسؤولين وأدان نشطاء حقوقيون خطوة العزل باعتبارها جاءت نتيجة ضغوط سياسية هدفها التغطية على المتورطين الفعليين في الكارثة وسط مطالبات بضرورة فتح تحقيق دولي قالت صحيفة الغد الأردنية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن حل مؤقت مع إيران بشأن عمليات التفتيش واعتبرت صحيفة كيهان المحافظة أن الخطوة الجديدة هي استراتيجية توفر ضمانة من خلال إفهام الطرف الآخر أن فسخ عقد الاتفاق أمر مكلف وفي تقرير لصحيفة الأنباء الكويتية خطر سلالات كورونا الجديدة أسئلة حول مناعة القطيع يقول التقرير يتسابق مسؤول الصحة في جميع أنحاء العالم لتحصين عدد كاف من الناس ضد فيروس كورونا للوصول إلى ما يعرف بمناعة القطيع لوقف تفشي الوباء ويعتقد العلماء أن المزيد من الناس سوف يحتاجون إلى الحماية في المدن المكتظة بالسكان حيث ينتشر الفيروس بشكل أسرع مقارنة بريفها الشاسع أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في زاوية مقالات يكتب مزهر الساعدي في القدس العربي انتخابات مبكرة طموح الشعب في التغيير يقول الساعدي اندلعت التظاهرات العراقية نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية وانعدام فرص العمل وتردي الخدمات والسرعان ما تحولت إلى انتفاضة شعبية اتسعت وتطورت مطالبها من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعاشي إلى إسقاط الحكومة مرورا بتغيير وجوه العملية السياسية إلى تعديل الدستور وانتخابات مبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين ويكتب عمار طاهر في الزمان العراقية سلطة خارج الزمن يقول الكاتب هتافات المتظاهرين أيقظت واقعا هاجعا لا يكترث به أحد رغم آثاره الجسيمة طيلة السنوات الماضية فالمراقب للمشهد الإعلامي يدرك ببساطة الآثار السلبية التي ألقى بظلالها هذا القطاع المهم على عراق لم ينم ولم يسترح ولم يجرب يوما واحدا أن يكون بلدا كسائر بلدان الدنيا فصوت العاطلين ربما يقرع ناقوس الخطر ويلفت الانتباه لسلطة فقدت قوتها وأصبحت خارج الحسابات والزمن ويكتب عمر البدوي في العرب اللندنية بريطانيا تبحث عن دور جديد في الخليج ويتساءل البدوي هل تبحث بريطانيا عن التقاط فرصة ذهبية لاستعادة تموضعها في منطقة مهمة هي الشرق الأوسط والخليج العربي بالتحديد وذلك بالتزامن مع تقلبات في رياح العلاقات مع واشنطن الحليف التقليدي لدول المنطقة وفي سياق بحث بريطانيا عن نوافذ بديلة للمنظومة الأوروبية التي خرجت عنها مؤخرا وسعي دول الخليج إلى تقوية جانبها واستقطاب أوراق ضغط وعواصم دولية تلتزم بوجهة نظرها وترتبط بمصالح مفيدة ووثيقة معها يصب في صالح المنطقة وأمن واستقرار حواضرها وشعوبها مشاهدنا سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من بيروت الباحث السياسي الدكتور ميشيل شماعي يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار أهلا بكم مشاهدينا لحوار أسبوع الصحافة أرحب ضيفي عبر سكايب من بيروت الدكتور ميشيل شماعي الباحث السياسي مرحبا بك دكتور ميشيل إلى هذا الحوار أهلا المجد لله دعنا نبدأ من ثورة تشرين العراقية حيث ما يزال الناشطون والمتظاهرون يرفضون أشكال القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية من خطف وقتل وتنكيل كيف تصف سياسة تكميم الأفواه وقمع التظاهرات الشعبية العراقية لا شك أن ثورة تشرين التي ثقت من العراق قبل أكثر من عام تقريبا قد خفت وهجها اليوم بشكل ملحوظ بسبب هذه الممارسات التي أشرت إليها حضرتك نتيجة للأعمال التعصفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المسلحة من خلال تقويد أو مبادرة تدعو إلى بناء الدولة المدنية وإبعاد كل مظاهر العسكرة من خلال الاتناء بالأجندة الإقليمية التي جعلت من العراق ساحة لتصفية الحسابات وهذه المسألة هي الأخطر في الساحة الإقليمية التي نعيشها اليوم في الوطن العربي بأكمله ولبنان ليس ببعيد من هذه المسائل إطلاقا تماما ما يحدث في العراق هو شبيه لما يحدث في لبنان إضافة إلى ذلك إذا أردنا أن نتابع بهذا المنوال سنصل حتما إلى الانفجار الشعبي الكبير الذي سيؤدي إلى إسقاط هذه المنظومة الموجودة سواء كان في لبنان أم في العراق وهذه السياسة ستؤدي حتما إلى هذا الانفجار لكن نأمل أن يصرف هذا الانفجار الشعبي أو هذا التحرك الشعبي المرتقب بالسياسة من خلال صندوق الاقتراع لأنه إن لم نتطرق إلى المجال السياسي ونترجم الأعمال سياسيا في صندوق الاقتراع لا تساوي أي تظاهرات أو أي أعمال عندها عندها تذهب مع الريح سودان ننتقل إلى الشأن اللبناني تكليف طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت وأدانا نشطاء حقوقيون خطوة عزل القاضي السابق معتبرين ذلك ترسيخ لطبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون وذلك للتغطية على المتورطين الفعليين في الكارثة وسط مطالبات بضرورة فتح تحقيق دولي لماذا التأخير في العثور على منفذي تفجير مرفأ بيروت برأيك؟ أستاذ ما مما لا شك فيه أن عزل القاضي صوان الذي كان مستلم الملف تعتبره الأكثرية الحاكمة في لبنان هو انتصارا جديدا لها بعدما لمست بعض الجدية في طريقة عمل القاضي الذي تمت عرقلته حتى التوصل إلى عزله بالطبع أكيد أكيد لم تتم عملية العزل إلا تحايلا على القانون لأنه بالأسف في لبنان لا يتم أي شيء إلا من خلال التحايل على القانون وهذا ما تنجح به الطبقة الحاكمة أو الأكثرية المتحكمة اليوم بالسلطة في لبنان وأنبه دائما الشعب العراقي أن لا يقع في التجربة نفسها التي وقع فيها الشعب اللبناني رجاء أن انتبهوا أن الدخول في المؤسسات هو الأساس هو الأساس في كل شيء لأن الأنظمة التي تسعى للسيطرة تثبتت اليوم أن المسألة العسكرية هي ليست بمسألة تستطيع تعمين الاستمرار والديمومة لأي نظام سيغزو بلدنا لذلك يلجأ هذا النظام إلى الداخل من خلال العملاء للسيطرة على المؤسسات وهذا تماما ما حصل في لبنان بالعودة إلى القاضي بيطار هذه المسألة اندلت على شيء فيتدل إلى أن القضاء اللبناني اليوم للأسف للأسف نقولها وفي ثمنا مع أستاذنا ما زال بيد هذه الأكثرية الحاكمة ومن هنا الحل يكون بالضغط على هذه السلطة لإقرار التشكيلات القضائية المحجوزة في درج الرئاسة الأولى في البعض ومن دون التشكيلات القضائية لا يمكن أن نعطي أي نتائج عملانية للتحقيق لو أننا لو أننا لا نريد أن نحكم مسبقا على أداء القاضي بيطار انتبه أنه لم تتخطى مهلة الأسبوع بعد هو استلم حديثا ولن لكن التجارب تقول أنه لن يستطيع أن يصل إلى المطلوب من هنا من هنا ضرورة اللجوء إلى لجنة تحقيق دولي لكشف الحقيقة كما هي وإلا يا عزيزي لن تكشف والجرائم السياسية كثيرة في لبنان ولم نعرف أي شيء منها أما بالنسبة إلى ما طرحته حضرتك من حيث التأخير في العثور على منفذي تفجير مرفع إيروت فحبذ يا أستاذنا لو أن المسألة هي مسألة وقت مع العلم أنهم وعدوا الشعب اللبناني بأن خلال خمسة أيام فتظهر النتائج فاستبشر الناس خيرا ولكن يا للأسف مضت ستة أشهر ولم نصل إلى أي نتيجة أيضا فورين بوليسي تقول في لبنان جريمة اغتيال سياسي جديدة ولا أمل بتحقيق العدالة ومقتل لقمان سليم إشارة لذلك ويضيف أيضا جريمة سياسية جديدة لن يتم حلها أو محاسبة القتلة رغم الشبهات التي تدور حول دور حزب الله في الجريمة لماذا الإفلات من العقاب دائما في الجرائم التي تحصل في لبنان أستاذنا طالما أن الدولة في لبنان مخطوفة من قبل حزب الله وأعني ما أقول الدولة مخطوفة من قبل حزب الله في لبنان وأحذر الشعب العراقي من أن لا يقع في التجربة نفسها في لبنان أن لا يخطف البلد في العراق بالكامل كما حدث في لبنان بالتحايل أكرر وأقول بالتحايل على الديمقراطية وبالديمقراطية عينها حتى إلى وصل الرئيس الفرنسي إلى لبنان وعندما طلبه الناس بإزالة النواب وباتخاذ أي موقف فأجابهم بالفرنسية هؤلاء هم نوابكم وعندما انتخبتموهم انظر إلى أين ينظر المجتمع الغربي من هذا المنطلق سيطر حزب الله بالتواطئ الواضح مع حليفه الطيار الوطني الحر الذي سلمه رقاب العباد والبلاد مقابل طغطية صفقاته وفساده في البواخر بواخر الكهرباء والسدود الفارغة التي يشهد عليها عندنا سدل مصيحة وسبل وبلعة وغيرها من المشاريع التي أوكلها الطيار إلى أزلامه فإذا لا ينتظرنا أحد أن تستقيم الأمور في لبنان ولهذه الغاية خارطة الطريق واضحة تبدأ باستقالة ميثاقية من المجلس النيابي الاستقالات السردية لا تنفع شيء لتغيير الطبقة السياسية بأكملها من رأس الهرم حتى قاعدته وعندها تستطيع تحرير القضاء من السياسة لتنتظم الأمور على حد ما قال وينستون تشرشل عندما يكون القضاء في بريطانيا بخير تكون بريطانيا كلها بخير أما من حيث الإفلات للأسف تعتبر مفخرة عند البعض في لبنان وتبيرون المجرم بمرتبة القديس وهذا ما يفتح علامات استفهام كثيرة هل إن القاتل هو في صف السلطة السياسية الحاكمة ليفلت دائما من عقابه من قبل هذه السلطة نفسها السؤال الثاني بما أن المنطقة التي سقط فيها الشهيد لقمان سليم هي منطقة أمنيا معروفة للحزب حزب الله هل حزب الله الذي قال بلسان أمينه العام بأنه يعرف ماذا يوجد في مرفع حيفا لا يعرف من قتل لقمان سليم في عقر منطقته أيضا وأيضا هل حزب الله مخروق لهذه الدرجة ليتم قتل شخص بحجم لقمان سليم في منطقته وهل هذا الخارق هو إسرائيلي أو أنه يعلم ومتواطئ أو مرتكب لا نعرف ليسد حسن نيته مطلوب أن يوظف قدراته الموجودة في المنطقة الخاضعة حسرا له ويضعها في خدمة أجهزة الدولة لكشف القاتل الحقيقي للقمان سليم نعم إذن كيف تصف لنا الأوضاع في لبنان وعودة الاحتجاجات الشعبية والواقع السياسي الراهن ما يجب الانتباه إليه هنا أن الاحتجاجات في لبنان لن تتوقف أكرر وأقول لن تتوقف لأن الناس سأمت الناس تأنوا جوعا تأنوا مرضا تموتوا من وطأة فساد السلطة الحاكمة في إدارة ملف كورونا وفساد السلطة في إدارة الملف الاقتصادي فإذن الناس لم يعد لديها أي شيء لتخسره في لبنان لم يعد لديها أي شيء خسرت كل شيء أموال الناس في البنوك لا تستطيع أن تطالها ماذا يريدون أكثر ماذا يريدون أكثر كتبت مقال عنوانت المقال مفاتيح قبورنا في جيوبنا يا أستاذ لهذه الدرجة نحن خسرنا كل شيء لم يعد لدينا إلا حريتنا وإلا كرمتنا في لبنان ولم نسمح لأحد بأن ينتزع لذلك كله ما سيحدث هو انتفاضات تظاهرات سمها مشت شعبية كبيرة جدا ستؤدي كل يقين أنها ستؤدي حتما النتيجة المرجوة ننتقل إلى الشأن الدولي بريطانيا تدخل على خط التوترات في منطقة الخليج العربي وهي المنطقة ذات الأهمية البالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيو سياسية ويقول مراقبون حول تلك الخطوة إن بريطانيا تريد أن تكون طرفا رئيسيا في قضايا الخليج جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة لتثبت وجودها وتحمي مصالحها ما الدور البريطاني المرتقب في منطقة الخليج العربي برأيك؟ في هذا السياق تسعى الولايات المتحدة إلى إشراك بريطانيا معها في المنطقة بغض النظر عن الخلاف الحاصل بينهما حول الخلاف على البترول حيث سطاعت الولايات المتحدة العمل مع عرامكو ومصر والعراق إذن وجود بريطانيا يؤشر إلى أنه لن يكون بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية بل ستكون داعمة لدورها في العراق لا سيما في مكافحة الإرهاب وهذا ما سيصاعد محمد المواجهة مع الفصائل المناهضة لهذا الوجود في العراق وهذا ما قد يشكل أيضا عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار العراقي للأسف الذي هو هش أساسا وقد يكون للوجود الغربي في العراق دور مهم جدا في حفاظ على تنوع الحضارات في هذا البلد المعروف بسعة آفاقه الحضارية منذ العهود الأولى للتاريخ البيبلي الإبراهيني البادلي ما يعني ذلك أن الوجود البريطاني في الخليج لن يكون معزولا عن المصادح الاستراتيجية للولايات المتحدة فيستسعى إلى زيادة استثماراتها في دول الخليج كله في حين أن أي سيطرة جديدة للطيارات التي تتبع النهج الإيراني سيؤدي حتما إلى استضام من نوع جديد ذلك يجب أن ننتبه إلى أن الإدارة الأمريكية الديموقراطية في عهد بايدن لا تعمل من خارج المظلة الأوروبية وهذا ما سيشكل لبريطانيا فرصة كبيرة للتمايز عن غيرها من نظرائها الأوروبيين لسيما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وهذا أيضا ما قد يدغضر أحلام البريطانيين في استعادة الاسترليني الاقتصادي وذلك في ظل توجه بريطانيا أيضا في هذين العقدين المقبلين على دعم مجالات الطاقة البديلة مما سيسمح بخفض الاهتمام بالبترول العراقي فهي تتطلع إلى العراق بريطانيا تحديدا من ناحية الاستثمارية للمستقبل وحتى تتمكن ولوج هذا المستقبل تريد أن تتحكم بالسوق النفطية لذلك لا نستطيع أن نسويها بالولايات المتحدة وتتفق معها لكنها تتفق معها مثلا في مواجهة التمدد الصيني إلى المنطقة من البوابة الاقتصادية كمان تتضامن معها لدواعي أمنية حيث أنها أوقفت شبكة 5G التي كانت من الهواوي الصينية فإذن المصالح في منطقة الخليج صارت أقرب لأن السياسة الإنجليزية تتطلع أيضا إلى الطاقة البديلة لسيما بعد اتفاق فريس للمناخ وهذا ما سيساهم فهذه مصلحة لدول الخليج على إطالة عمر البترول أكثر فإذن المصالح هي مشتركة بين بريطانيا ودول الخليج كمان ستساهم في تنشيط الأسواق البريطانية للشعب العربي في بريطانيا أيضا بشأن الاتفاق النووي الإيراني فإن محاولة الدخول الفرنسي على الخط تتخذ بعدا أوروبيا من حيث الدعوة إلى إشراك دول إقليمية فاعلة في الاتفاق الذي تقول تقارير دبلوماسية إنه يراد منه أن يعيد رسم خريطة سياسية منضبطة على المستوى الإقليمي تنهي التمادي الإيراني في اعتبار المنطقة ملعبا لتدخلات إيران وسياساتها وشروطها برأيك هل المطلوب في النهاية اتفاق على الانضباط النووي والسياسي بما يخلق بيئة هادئة ومتعاونة في المنطقة أم لغايات أخرى؟ بالتحليل يجب أن ننظر إلى أن النظام الإيراني يعتبر أن تعيين مالي مبعوثا إلى طهران يشكل ترجمة لسياسة الديمقراطيين الذين لطالما انتقدوا خروج دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 والانخراط في فرض سلسلة من العقوبات القوية ضد إيران بمعنى أن بايدن لن يلبث يعود إلى الاتفاق وخصوصا أن روبرت مالي كان أكبر المفاوضين والمتحمسين للوصول إلى هذا الاتفاق الآن السمود في مواجهة عقوبات ترامب قد أربعة أعوام بالنسبة إلى الإيرانيين ممكن أن يؤمن لهم السمود بواجه أي شرط يطالب به بايدن قبل العودة إلى الاتفاق لسيما الشروط التي يطالبها بايدن أو الولايات المتحدة هي بأن تتراجع إيران عن الخروقات التي قامت بها في الدول العربية كمان هناك ابتزاز واضح للإدارة الأمريكية الجديدة حيث قال المرشد علي خمينئي قبل أيام إذا أرادوا عودة إيران إلى التزاماتها عليهم رفع العقوبات بشكل كامل وليس بالكلام بل على الورق بل بالفعل لكن الجواب جاءه سريعا من الرئيس بايدن الذي ليس متهافتا على العودة إلى الاتفاق خلافا لمراهنة طهران التي ما زالت التزاماتها كاملة وهكذا عندما سئل عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات رد بايدن بكلمة حازمة وقال كلا وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة سوف تعمل مع حلفائها على محاولة التوصل هنا الإجابة الصريحة إلى اتفاق أطول وأقوى من الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية والسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة ومسائل أخرى صعبة للغاية وجاء هذا الكلام موازيا لتوضيح من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في كلمة له أمام المجلس الأطلسي التي تفعلها لإشراك المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة في أي مفاوضات جديدة مع إيران يبدو أن المطلوب هو التوصل إلى تعديل الاتفاق بما يلزم إيران حدودها ويخلق بيئة إقليمية سياسية هادئة هذا ما بدى تراجعا واضحا من إيران عن شرطها وقف العقوبات أولا قبل أن تعود إلى الانتزام ببنود الاتفاق فقد تأكد أن بايدن ليس مستعجلا كما تحاول أو كما تصور نعم في ختام الحوار أشكرك دكتور ميشيل الشكر الجزيل لمشاركتك معنا أهلا أهلا بكم لا شكر على وجهك والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة شكرا